اشتركوا في القناة وكالعادة بنسحى على اخبار سيئة وانا دايما بقول لحضراتكو في البرنامج ان شاء الله حننتصر طول ما عندنا قيادة سياسية والارهاب الاسود اللي هو ما بيفرقش بين الناس بتصلي او بين كنيسة او بين شرطة او بين جيش عايشين كده على مدار سنين وخلينا نتكلم بامانة في البداية عجبني جدا رد القيادة السياسية المتمثلة فيه سيادة رئيس الجمهورية اللي هو طول الوقت بتكلم اللي مصر بتحارب الارهاب نيابة عن العالم مصر دولة مستهدفة مصر دولة قوية بجيشها مصر دولة قوية بشعبها مصر دولة قوية طول ما الشعب وراء القادة السياسيين وراء رئيس الجمهورية وراء المؤسساتنا العسكرية اكيد كلنا عايزين ننتصر واكيد كلنا عايزين ننتقم ما قدمناش حاجة كشعب غير اللي احنا نقف جنب مؤسساتنا الكبيرة اللي هي تعرف تتحرك وتعرف تجيب حقنا طول الوقت فمن هنا مات تلتمية او استشهد تلتمية وخمسة كلهم ابناء مصر والصعوبة هنا وانت في حالة او انت بتصلي وفي بيت ربنا وفي اطفال كانوا موجودين وكان في شباب والشيوخ موجودين الحدث قليم جدا ومن هنا عايز اقول لحضرات كل مصرف نحن هي دي الحقيقة لكن طول ما في شعب ملتف حوالين زي ما قلت من شوية حوالين جيشنا وشرطتنا ورئيسنا اكيد هننتصر وانا على ثقة ويقين طول الوقت طول ما انت ماشي صح هتلاقي الارهاب الاسود ده موجود هننتصر عليه بقوتنا بوحدتنا بكل حاجة محترم هرجع اقول جملة تانية زي ما قالت سيادة رئيس الجمهورية ان مصر بتحارب الارهاب في العالم مش في مصر بس فنستكلمك عن حقوق انسان نستكلمك عن امور كتير جدا لكن على مستوى كمان الاعلام الغربي بالكامل ولا كأن فيه حادث مات فيه 305 هنكمل هنكمل بقوت جيشنا طول الوقت بقول لحضراتكو كده هنكمل بشرطتنا وعندنا ثقة ويقين زي ما قال سيادة الرئيس ان هيبقى فيه رضع وهنجيب حق اخوتنا اللي استشهدوا كلهم فمن هنا هنكمل في مصرنا هنشتغل كل واحد في مجاله هنبقى ايده واحدة وهيحصل اعمال ارهابية تانية وحنقاتل كلنا كلنا عشان خاطر بلدنا وطننا اللي كلنا بنعشاء فمن هنا البقاء لله لكل اسر الشهداء ربنا يا رب يصبر كل الاسر اللي الحدث كان جلل بالفعل حدث غريب من نوعه ما قدمناش حاجة غير اللي احنا ندعي لهم وكمان ثقاتنا في كياداتنا السياسية وثقاتنا في جيشنا وشرطتنا بلا حدود وعارفين اللي حيبقى فيه رد رادع احنا واسقين من كده طول الوقت لان مصر بتبني وانا قلت لحضراتكم في اكتر من حلقة حاولنا نعمل ربط ما بين النادي الاهلي ومصر الكبيرة قوي وطننا ان مصر بتبني بقالها 3-4 سنين ومرنا بظروف صعبة كلنا وكل الشعب مر بظروف صعبة لكن الارهاب لعشان كلنا بقى فاهمين بيحصل الكلام ده طول ما انت بتاخد خطوات للامام ايوة بنحب بلدنا ايوة بنخاف على بلدنا ايوة عندنا ثقة في مؤسساتنا وهو ده اللي لازم يتقال بعيد عن البعض اللي بتصايد الاخطاء ومش قادر افهم فحدث جلل زي ده تلاقي شماتة وناس بتفرح للدرجات دي مصر رخيصة عند البعض لكن مرة تانية وثالثة وربعة ومليون صدقوني هننتصر طول ما احنا ايد واحدة ربنا مرة تانية وثالثة ربنا يصبر كل أسر الشهداء وان شاء الله جيشنا هيجيب حقنا كلنا كان مهم جدا البداية ما نبقاش بعيد لان النادي الاهلي نادي الوطنية ولازم يبقى فيه مسئولية ولازم يبقى فيه احساس بالوطن انا قلتلكو كتير جدا اللي بيتكلم في الكورة ما ينفعش يبقى فيه سياسة ودين يتكلم في الكورة بس فيه برامج كتير جدا موجود في مصر الكل يتكلم في كل حاجة تخصه لكن ما ينفعش اللي احنا نبقى بعيد عن الوطن وبعيد عن الأحداث وبعيد عن الحدث اللي هو قليم بالنسبة لنا كلنا